ازايكم يا شباب عامليناء معكم ماريو جميل اي طالب بيدور على منحة للباكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه وفي دول الاتحاد الاوروبي بالخص فانت لازم تتفرج معايا على الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة واتتابع معايا كل ما يخص المناح الدراسية. انا النهاردة هشرح لك موقع ايراسموس. كتير مننا عارف موقع ايراسموس. موقع ايراسموس ده انت بتعمل عليه واحد ومن خلال ده بيجي لك على الايميل بتاعك كل المناح الدراسية الخاصة بالتخصص بتاعك. طيب ازاي نعمل كده? انا النهاردة هعرفك ازاي تعمل اكاونت بطريقة صحة على موقع ايراسموس. وعن طريق الكونت ده انت هتقدر تلاقي الفرصة المناسبة ليك. سواء الفرصة دي كانت منحة البكالوريوس او ماجستير او دكتوراه او حتى لو بتدور على تدريب صيفي او اللي هو بتدور عليها في الدول اوروبا انا هعرفك تعمل ده ازاي? طبعا انا هبقى سايف لك اللينك ده في آآ بتاع الفيديو. انت كل اللي عليك انك هتفتح اللينك وهيدي لك الصفحة دي. هتروح هنا تدوس على بعد ما ضغطنا على وفتحت معنا الصفحة دي. هنيجي هنا هنلاقي في اختيارين. اول واحد تاني واحد طبعا احنا كلنا عايزين منح وبندور على تدريبات فاحنا بنختار الاختيار الاول بتيجي بعد كده بتدخل الايميل بتاعك وتأكد ان الايميل يكون شغال وبتستخدمه لان الايميل ده هو اللي هتبعت لك عليه كل المنح الدراسية واي مرة انت هتيجي تعمل على موقع هتستخدم الايميل ده. وبتدخل الباسورد بتاعك بالطريقة دي. وهنا بتأكد على الباسورد بتاعك. تمام? بعد كده هنا بتقول اللي هو انا عايز اه اتلقى منكم الاخبار اللي تخص المنح الدراسية. وهنا هندخل الكود ده في المربع. دوا بالطريقة دي. تمام? وبعد كده هنا بتقول انك اجري على او بتاعتهم. بعد كده بتضغط على بعد ما ضغطنا على بنيجي هنا بنعمل بنضغط على بنلاقي طبعا الايميل والباسورد بتاعتنا مكتوبين تلقائي او لو مش مكتوبين ممكن تدخلهم هنا تاني. بعد كده بتضغط على بمجرد ما ضغطنا على هنا دخلنا على بتاعنا. تمام? هنا في بتاعك طالب منك مجموعة بيانات انت بتدخلها. بناء على البيانات اللي انت دخلتها هتيجي لك منح. يعني انت بتدخل البيانات الخاصة بالتخصص بتاعك او المنح اللي انت عايزه. فهو بناء على كده هيبعت لك منح خاصة بالمجال بتاعك. طيب هنيجي هنا نشرح كل حاجة واحدة واحدة وازاي تملاهم. هنا بيقول لك بتاعك. في البروفايل هنا بتاعك ميدي لك مجموعة حاجات انت لازم تملاهم. يعني هنا هتفتح هنا تضغط على بعد ما بتدوس عليها بتفتح لك الصفحة دي. ومن خلال الصفحة دي احنا هنملأ كل البيانات الخاصة بنا. طيب نيجي هنا هو عايز منك اللي هو معناها اكتب اسم الجامعة اللي انت فيها. تمام? هنا بتختار الدولة اللي انت بتدرس فيها. بتختار الدولة بتاعتك من هنا. مسلا انا من مصر فهضغط على ايجبت. تمام? وهنا بتضغط على اللي انت منها. اللي هي المدينة بتاعتك. مسلا انا من مدينة اصيوت او من محافظة اصيوت وبدخل محافظة اصيوت. هنا بيقول لك هنا هو عايز يعرف انت بدأت دراسة امتى? وخلصت دراسة امتى? فانت في حالة ان انت بدأت وخلصت فانت بتكتب التواريخ اللي انت بدأت فيها وانتهيت منها من الدراسة. ولكن في حالة انك لسه بتدرس فانت بتكتب التاريخ اللي اتحقت به في الكلية بتاعتك. وهنا بتدوس على يعني انت ما زلت بتدرس في المجال ده. هنا بتختار بتاعتك بتفتح السهم لو انت بتدرس على في لسه وبتدرس في ماستر او فانت بتختار التخصص بتاعك من هنا. بعد كده هنا طبعا انت بتدخل اسم البرنامج بتاعك اللي انت بتدرس فيه. يعني مسلا انا كنت بقدرس كيميا صناعية فبكتب هنا كل واحد بيدخل اسم البرنامج بتاعه. وهنا فانت بتدخل لو انت بتدرس لو انت بتدرس تربية بتدرس بتدريس ايا كان التخصص بتاعك فانت بتختار التخصص بتاعك. بعد كده هنا انت بتدخل ده عن التخصص بتاعك وانت بتدرس ايه? والحاجات دي كلها. بعد كده هنا بيقول لك في هنا بيقول لك انت بتقيم دراستك ازاي? يا اما انت بتختار على حسب انت شايف الدراسة بتاعتك بالنسبة لك ايه? تمام? هنا بيقول لك فانت هنا بتدخل آآ يعني زي عن الجامعة بتاعتك بتكتب انت الجامعة فاتك في ايه? والحاجات دي كلها. تمام? هنا بيقول لك آآ يعني اكتب على الاقل خمسين حرف فانت لازم تكتب اقل حاجة خمسين حرف. تمام? هنا بيقول لك قطيت اللي عندي عنوان عن الكلام اللي انت شرحته هنا اهو. تمام? الحاجات دي كلها بسيطة. هنا بيقول لك آآ قيم لي اللي حياتك في الجامعة كانت عاملة ازاي من واحد لخمسة طبعا واحد هنا يعني انت ما كنتش راضي عن الحاجة دي تماما? وخمسة هنا ان انت كنت راضي عن الحاجة دي. تمام? وهنا لو انت مسلا آآ بتصرف كام او كنت آآ بتضيع كام في خلال فترة الدراسة بتاعتك دي. تمام? وهنا بيقول لك يعني لو انت عندك نصيحة لاي حد بيلطحك بالبرنامج ده انت بتنصحه بايه? بعد كده آآ هنا آآ فانت بتفتح وبتقول ان النصيحة بتاعتك دي كانت على البرنامج بتاعك عن الجامعة بتاعتك عن بتاعتك فبتختار. بعد كده هنا بيقول لك انت موافع ولا لا ان المعلومات اللي انت كتبتها والريفيو بتاعك يتنشر على الويب سايت ولا فلو انت موافع بتضغط يا اصلا ومش موافع بتضغط دي يعني آآ اي اجابة منهم مش بتفرق حاجة. بعد كده هنا بتضغط على المربعين دولا اللي هو انت متوافع مع الشروط بتاعتهم في الاخر هنا بتضغط على كلمة بعد ما خلصنا هنا بنملى باقي الحاجات دي. انا علشان ما طولش عليك وقت الفيديو هفتح كل واحدة بسرعة كده افهمك الفكرة اللي فيها واقفلها على طول. يعني هنا في هتضغط على بتفتح معاك الصفحة بتاعت هنا لو انت اتدربت في اي مكان او اشتغلت فانت بتدخل بتاعك كنت ايه يعني كنت متدرب ولا كنت صاحب عمل ايا ان كان والشركة والحاجات دي كلها بتاع الشغلانة دي او التدريب ده كان عبارة عن ايه وهنا لو انت الفترة اللي انت كنت بتتدرب فيها من امتى اه لغاية امتى لو انت لسه مازلت في الشغل ده والتدريب ده بتدخل التاريخ اللي روح اللي بدأت فيه وهنا التاريخ ان انت مازلت هناك اللي هو تمام بعد كده بتضغط على تمام انا هعمل بك بس عشان بشرح اه بسرعة بفهمك الفكرة هنا اللغات اللي انت بتتكلمها واللغات اللي معاك طبعا هنا اه الانجلش ده عشان مظر لانجلش فانت بتلاقيه موجود تلقائي لو بتتكلم انجلش فانت بتختار المستوى بتاعك ايه بعد كده بتضيف آآ لغات تانية من هنا بتضغط على اسم اللغة اللي انت بتتكلمها التانية وبتختار المستوى بتاعك في اللغة تمام بعد كده انا هرجع برضو وهنضغط هنروح للسكلز اللي هي المهارات بتاعتك المهارات بتاعتك بتدخل بقى لو انت عندك كمبيوتر سكلز عندك آآ فانت بتدخل كل بتاعتك حاول تدخل اكبر عدد موجود فيك بالفعل عشان خاطر تجي لك المنحة المناسبة هنا عن طريق وبعد كده بتضغط على انا هعمل بردو بس انت لازم تضغط على تمام هنا بتاعتك فانت بتعمل وبتدخل برضو لهوايات بتاعتك يعني تحب الكراهة بتحب الحاجات اللي هي آآ انت بتعملها مسلا فوقت الفراغ بتاعك تمام وبردو بتضغط على سيف لو حبيت تزود عندك تانية بتضغط على تمام برضو انا هعمل باك عشان خاطر اشرح لك الباقي هنا البروجيكس البروجيكس دي يعني اي مشروع او اي حاجة انت عملتها اي آآ يعني مسلا انت لو آآ نشرت بحس ممكن تدخل اسم البحس وانت كان دورك ايه في الوقت ده والتاريخ اللي انت بدأت فيه البحس بتاعك وانتهيت وهنا لو انت نشر على انترنت مسلا بتدخل البيانات بتاعته هنا الوصف بتاع البحس ده طبعا لو انت مش نشر على الانترنت مسلا خلاص اه مش مهم عادي ما بدخلش الفيلد ده مش بتملق وهنا بتملق اهم حاجة تملق كل حاجة محضوطة عليها النجمة الصغيرة الموجودة دي تمام وبردو بتضغط على سيف بعد كده هنا بتفتح انت هنا يعني لو كنت مشترك في اي منظمة تطوعية اي حاجة اه تبع شركة مسلا كنت بتتدرب فيها فانت بتدخل برضو هنا اسم بتدخل بتاعت كان دورك ايه بتدخل الفترة بتعمل لو هنا فيه او فيه اللي هو عنوان بتدخله وتضغط على بعد كده هنا بتعمل وبنيجي الاخر حاجة اللي هي بتضغط على بتفتح معاك الصفحة دي هنا بيقول لك انت مسلا اللي هو بتاعك مسلا او لو انت عندك او هنا انت بتضغط على اي واحدة منهم وهنا بتعمل بتاع الفايل وهنا لو بتكتبه لو ما فيش خلاص لو انت مسلا عندك حاجات تانية غير بتعودك انت بتضغط على كلمة وبعد ما بتضغط على الازرز هنا بتعمل وبتبدأ تكتف اسم الملف التاني اللي انت رفعته يعني مسلا لو انت عندك عندك شهادات اي حاجة بتدخلها وبعد كده تضغط على دخلنا كل البيانات الخاصة دي ومعلش لو انا شرحتهم بسرعة ولكن انا مش عايز اطول وقت الفيديو عليك ولو في اي اه حاجة انت مش عارفة ممكن تسيبها لي في هي معلومات سهلة وبسيطة كلها عنك. هنيجي للمربع ده اللي هو الخاص بالجزء ده خاص بالتفضلات يعني انت عايز تقدم على منحة في تقصص ايه? وايه الدولة اللي انت عايز تروح عليها? فانت بتضغط هنا على كلمة بعد ما بتفتح لنا الصفحة بتظهر لنا الصفحة الخاصة بالتفضلات هنا بيقول لك انت عايز تدريب او منحة مش معنى ان هي تدريب بس ولكن منحة او تدريب اللي اتنين واحد. انت عايز منحة في ايه? بتدخل هنا العنوان بتاع المنحة اللي انت عايزه او تخصص اللي انت عايزه. هنا بيقول لك الكلمات الافتتاحية اللي هي خاصة بالتدريب ده يعني مسلا لو انت بتدخله تدريب عن البزنس فانت هنا ممكن تعمل له ممكن تكتب له الحاجات اللي هي بتخص مسلا البزنس وهكزا. تمام? هنا او انت بتختار هنا مسلا الحاجة اللي تخصك وبتنزل من هنا بتنزل تحت بتختار التخصص بتاعك ايا كان بتضغط عليه. تمام? وبتختار العدد اللي انت عايزه من المربعات دي. بعد كده هنا انت عايز تبدأ في انا تاريخ. عايز تبدأ في الاجهازة بتكتب التاريخ اللي انت عايز تبدأ في الاجهازة. عايز تبدأ فيما بعد بدخل التاريخ اللي انت عايزه. بعيد كده هنا المدة اللي انت عايز تاخد فيها التدريب بتفتح السعب. او المنحة هنا شهرين تلاتة ايا كان. اتناشر بتختار برضو على حسب رغبتك. الـ دي هنا بيقول لك انت بتدخل هنا الدول اللي انت عايز تلاقي فيها تدريب. فانت بتشوف الدولة اللي انت عايز تروح عليها وبتختارها. وبعد كده لو في السيتي او مدينة معينة عايز تروح عليها بتكتب هنا. لو في هنا تانية انت عايز تروح عليها دول تانية. انت مجرد بتضغط هنا على اد اناظر وبتدخل الدولة التانية اللي عايز تروحها. وبعد كده بتضغط على كلمة بعد كده انا هنا هعمل باك علشان خاطر اقول لك على الحاجة التانية المفروض تم لها. هنا بيقول لك بتفتح بالشكل ده. هنا طالب منك او صورة لك فانت حاول تلتزم بالتعليمات هنا تكون صورة مش اكتر من اربعة ميجا بايت وهنا بتكون بصيغة او جي بي جي او جي بي اي جي. تمام? وحاول تخليها صورة يعني الظهرية بتاعتها بيضها تكون لابس فيها مسلا بدلة اميص الكلام دي كله. هنا اللي هو اسمك الاول بتدخل اسمك انت وهنا في بتدخل اسم جدك الرابع. تمام? اسمك الرابع. هنا بتختار في ميل او ميل. دخل تاريخ ميلادك بتاعتك. ده اللي هي جنسية بتاعتك. انت بتقدم الفين مسلا انت في الجزائر انت في مصر ايا كانت الدولة. اللي هي المدينة بتاعتك. هنا بتدخل يعني زي لما بتكون في بيقول لك اعرف لنفسك. انت هنا بدخل اسمك الدراسات بتاعتك التدريبات بتاعتك كل حاجة عنك. لو قلت لي انا دخلت الحاجات دي بتاعتي في اللي احنا ملناها قبل كده. هنا برضو لازم تكتب عن نفسك عن نفسك وبعد كده بتضغط على بعد ما ضغطنا على هنيجي هنا لقسم هنضغط على كلمة هتفتح معنا الصفحة اللي فيها كل التدريبات. هنا لو انت عايز تعمل بحس مقصص فانت هنا بيقول لك انت بتبحس عن ايه? تمام? فانت بتدخل التخصص او التدريب اللي انت بتبحس عنه. هنا بيقول لك اين فانت بتختار الدولة. لو سألتني وقلت لي يا ماريو احنا كل البيانات اللي دخلناها دي ولسه هنختار المنحة بتاعتنا فانا هجابك اقول لك كل البيانات اللي انت دخلتها دي دي خاصة لو لقيوا منحة مناسبة لك فهم بيبعتوا لك المنح دي على الايميل بتاعك. هنا انت لو عايز تشوف ايه هي المنح المتاحة المجانية او الجزئية كمان فانت بتدور من هنا مش بتستنى لما هما بيبعتوا لك. هنا بمجرد ما دخلت انت بتدور على انهي منحة ودخلت هنا المكان اللي انت بتدور فيه على منحة الانهي دولة اللي انت عايز تلاقي فيها منح. وبتاعت تضغط على كلمة بيطلع لك هنا كل المنحة الخاصة بالبحس اللي انت اعملته. هنا لو جينا ناحية الشمال هنا بتلاقي برضو لو انت عايز تعمل بحس مضقق اكتر واكتر. هنا بتختار مسلا ماستر او آآ او دكتوراه. هنا بتشوف بتختار على حسب اختيارك. هنا بتاع الاستادي بتاعتك بتشوف انت بتدرس ايه بتاعتك. كل حاجة هنا هتلاقيها واللغات بتاعتك كل حاجة هتلاقيها عن المنحة دي. هنا بمجرد ما بتلاقي المنحة بتاعتك هنا علشان خاطر تعرف هنا في انه دولة ادي الدولة هنا مسلا دي بولندا مسلا. وهنا بيقول لك هي آآ نزلت المنحة دي امتى? واخر معادل التعديم يوم تلاتين ستة وادي المدة تلات شهور. ممكن انت هنا تضغط على كلمة عشان خاطر تعرف اكتر عن المنحة دي. تمام? بمجرد انت عجبتك المنحة دي. وشفت انت بتاعتها. وشفت هنا بتاعتها بتوفر لك ايه? والحاجات اللي هي هتكون عليك. ولو هي منحة مجنية بتكون كل حاجة عليهم هم. وتضغط على كلمة وبتبدأ تعدم في المنحة دي. وبكده اكون شرحت لك كل حاجة عن موقع ايراسموس. من حيث اه ازاي تمنى وكمان ازاي تلاقي المنح او التدريبات اللي انت بتدور عليها. خليني بس اوري لك اثبات على الكلام اللي انا قلت وانه هما بيبعطو لك منح على الايميل. انا هنا فتحت البريض بتاعي وهاجي لك هنا في او البحث. هكتب كلمة ايراسموس. تمام? خلينا نشوف مع بعض المنح اللي بيبعطوها. تمام? دي كل المنح اللي هما بيبعطوها لي من ساعة ما انا اعملت على ايراسموس. انت مجرد بتعمل واحد وبيجي لك ملايين الفرص في المجال بتاعك او التخصص اللي انت اخترته منحة او دكتوراه او حتى اتمنى لكم التوفيق. وتمنى ان يكون الشرح اه مفيد واسف على الاطالة. وما تنساش لو سمحت تعمل لايك للفيديو. وتعمل للقناة. وتتابع معايا كل حاجة تخص المنح الدراسية. التدريبات الصيفية والانجليش. وشكرا.